فجأة وبدون سابق انذار حلقت الطائرات الخليجية في سماء اليمن المستهدف ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح والهدف المعلن استعادة الشرعية ولأول مرة في تاريخهم يفرح اليمنيون بتدخل خارجي كهذا كانوا يرون حينها أن المصالح المشتركة أقوى من خصومات التاريخ لكن فرحهم لم يدن طويلا كانت المقاومة الشعبية قد نجحت بدعم كبير من التحالف في إخراج الحوثي وصالح من عدن ومناطق الجنوب وأجزاء من محافظات شمالية لكن بعد سنة من تدخل التحالف تم تكوين نخب وحزمة عسكرية في الجنوب صنفت دوليا كميليشيات غير شرعية فضلا عن دعم كتايب سلفية متشددة في مناطق الشمال في الوقت الذي بذلت جهود كبيرة لإفشال أي سيطرة للشرعية على المناطق المحررة وبالتزامن مع انحراف مسار التدخل الخليجي ازدادت عدد انتهاكات الميليشيات التابعة للتحالف ما خلق حالة من التذمر الشعبي وصل حد وصف التواجد الإماراتي بالاحتلال بينما اتسعت دائرة الرفض النخبوي والسياسي وحتى الرسمي لسياسات التحالف وهو ما خلق شبه اجماع وطني على ضرورة بناء علاقة جديدة بين الشرعية والتحالف قائمة على الندية والاحترام ما هو مؤكد عليه بين خصوم الحوثي ومعارضية التحالف ان اليمن اضحت منتهكة السيادة ليس فقط من قبل الانقلابيين وداعمهم ايران بل ايضا من داعمية الشرعية الرياض وابوظبي فلا احد يرغب بعودة الشرعية لليمن وهو الامر الذي اطال من امد الازمة في البلاد واكد في الوقت ذاته وجود عامل مشترك بين ايران وخصومها تقويض الشرعية لا دعم استعادتها ترجمة نانسي قنقر شكرا